يعني أحييك على ذكرها يا أستاذ محمود أنه دكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع تحدث عن أنه كل أسبوع هيكون فيه اجتماع مع الألام صحيح مع الألام وأنه هيتم المكشفة أهم حاجة المكشفة والشفافية مع المواطن المصري أنه هيكون على دراية بكل ما يحدث عشان كأنا بقول لحقيك هو الحكومة دي بتنفس تكليف الرئيس اتبعوا الشفافية مع الشعب في كل الأمور اللي انتو بتحكم واتكلموا معهم بلغة يفهموها يعني تمام أنا عارف أنه فيه تحديات دولية تمام المواطن المصري بقى عارف أنه فيه تحديات دولية وعارف أنه فيه سلاسل إمداد ومشاكل في العالم كله لكن لما أجأ أكلمه أكلمه وأنا أقوله أنا لمس المشكلة ولمست وسمعت صوتك وفي نفس الوقت أنا بحلها لك وأنه فيه خلية شغالة وأنه فيه وزرات كذا وقعرفوا سببها إيه ليه حصلة؟ بالزبط وبلغة يفهمها وهنا هيبقى دوري الإعلام بقى أنه يبقى فيه لقاء مستمر مع السيد رئيسي الوزراء أسبوعيا أو يعني كلما يترأى لدى الحكومة أنها تتحدث من الإعلام تسمع نبض النفس وفي نفس الوقت تجاوب على الأسئلة بتاعتهم وإحنا محتاجين حتى التحرك من الوزراء الشباب وده الأمل يعني أنه هما كمان في مرحلة عمرية قدروا يتفهموا مع الشباب الزيوم وإحنا القطاع الأكبر من الشعب المصري شباب في مرحلة الشباب فهنا الخطاب بشكل بقى مختلف أنه يبقى فيه طول الوقت شرح طول الوقت يعني نعمل نور على حاجة معينة إنجاز معينة حاجة معينة تحققت ونستجيب للي بيجي من الشارع الأسئلة بتيجي من الشارع أو الموضوعات اللي بيترحى الشارع فبالتالي لما يحصل الديناميكية دي في أنه يبقى فيه فعل ورد فعل ويبقى فيه مكشفة ومصرحة وإعلام بالمعلومات وخطط وضحة للحل هيبقى فيه ثقة أكبر في الحكومة وده أنا بتتصور أنه جزء من حماية الأمن القاوم المصري من الداخل أنه أنت بتقفلي الصغرات اللي ممكن ينفذ منها تنظيمات الإرهابية الهدف إحنا دولة بتتعرض في إحصائياتها إلى 30 ألف شائع الجحل وعدم المعرفة هو أول طريق ممكن يدخل من خلاله الإرهاب والتشويش والتشكيح وكل العناصر اللي احنا كنا بنشوف بيتسللوا من خلالها إزاي هي دي أهم عواملها بالمناسبة ففكرة أن أنت تحارب هذه العناصر هي دي يعني أبسط حاجة أولا حقا من حقوق المواطن المصري سنيا بالفعل هتقدر حتى تحمي المجتمع المصري أستاذ محمود خلي أخيرا أسأل حضرتك على المحافظات تحديدا فكرة وجود محافظين ومحافظات ونواب محافظين أيضا من الشباب هينعكس إزاي على المحافظات خلي خاصة أن احنا على مدار كان عندنا كده على مدار سنين فاتت كتير كان عندنا إرث من للأسف من مركزية الخدمات تخلصنا بالفعل منه على مدار السنين اللي فاتت لكن ما زلنا محتاجين أن احنا نشتغل عليه كمان بشكل أكبر بالفعل خلاص المحافظات كل محافظة بقت مستقلة بخدمتها بقى فيها كل الخدمات موجودة إن كانت ترفيق أي إن كانت نوع الخدمة موجودة بالفعل لكن لسه محتاجين نشتغل على ذلك لأن المحافظة فيها مراكز وقرى ونجوع وما إلا ذلك شايف وجود محافظين ومحافظات ونواب محافظين من الشباب هينعكس إزاي علينا بالتأكيد ده ناكاس إيجابي لأن شفنا تجارب نكحة للشباب في إدارة عدد من المحافظات يعني دون ذكر أسماء وتجارب لا التجربة أثبتت نجاحها بالفعل وكانوا موجودين مع المحافظين وكانوا بيتحاولوا إنهم طول الوقت يبقوا قريبين من العمل الموجود في المحافظة أو دراسة المشروعات وغيره وكمان المشاركة في الحياة كريمة ومشاركة في التحالف للوطن عمل أهلي كل هذه الأنشطة كنا بنشوف فيها المسؤولين سواء المحافظ أو نائب المحافظ موجودين ومتواجدين وتدريب عملي حتى للشباب على العمل المحلي يعني العمل المحلي ودولاب العمل ده أنه يتعود على رؤية الشباب وأنه الشباب يقود والشباب يمكن أنه يتم الاعتماد عليه وأنه يقدم لنا حلول ويقدم لنا أفكار ويقدم لنا مشروعات أتصور إنها كانت تجربة مهمة جدا لكن خلينا أقول لها ديك أن حتى المنهج في اختيار المحافظين كان منهج المرادي مختلف لأنه قرب أكتر من الكفاءات الوطنية اللي عملت إنجازات بالفعل نقدر أن احنا نشاور عليها يعني مثلا اللي هو طريق مرزوق اللي موجود في محافظة أهلية ممكن الناس كتير ما تعرفش ممكن عشان انك تقريب بصفة عضو في المكسيكو ويقول إنسان هذا الرجل كان ليه يد مهمة جدا فيه تنفيذ مشروع مراكز الإصلاح والتأهيل وهو اللي اشتغل حتى مع المنظمات الدولية والجهات الدولية ودرس الموضوع وكان مشترك بشكل رئيسي فيه حل هذه الموضوع يعني وضع هذا المشروع قيد التنفيذ وده يمكن سهم كتير جدا فيه تحسين صورة حول إنسان في مصر وتنفيذ الاسترجال الوطنية لحول إنسان فالراجل ده عنده إنجاز بالفعل على الأرض وقدر أقول لحضرتك أنه في المحافظة أقلية هيبقى عنده نفس هذه الروح ونفس هذا الدعب ونفس الفهم لعمل منظومة حول إنسان يعني أين كانت بقى الرؤية دي بتحتاج التنفيذ المهم إن هي تكون موجودة زي ما حضرتك قلت أستاذ محمود الحياة أنه بالفعل تحديات كبيرة جدا وأمال كبيرة جدا متعلقة بهذه الحقيبة الوزرية وكلنا أمل إن هما يقدروا طبعا يحققوا ما أوكل ليهما ترجمة نانسي قنقر